سلام عليكم سعيد من أسره بسيطة وفقيرة وكلنا فقراء لله عز وجل وسعيد يعيش في قرية هو وأسرته ويعمل فيه الزراعة لكن الوضع المادي كان تحت الصفر وسعيد هو أكبر أخوانه يشتغل فيها المزارع، مزارع القرية في القرى المجاورة يحاول يساعد أمه وأبوه في مصريف العائلة أخوانه أكثار وأرض ما عندهم، الكل يعني هالعائلة هذي يعملون بالأجار عند أصحاب المزارع وسعيد يفكر من هنا ومن هناك يقول لك العمل في هالمزارع يعني يا دوب يحصل لقمة الأكل وشاب هذا على وجه الزواج وكان فيها ذاك الوقت في نهاية الثمانينيات عام 1987-88 كان عمره فيها ذاك الوقت تقريبا في 27 إلى 28 سنة ولحد الآن سعيد ما هو متزوج ومثل ما تعرفون الزواج وده هز كتاف وده مصاريف والعروس ما هي صالفة أنه ولا خلاص جبنا بنتها الناس وسكنت عندنا فيها البيت الأمر فيه التزامات كثيرة والزواج بالتالي يترتب عليه إن جاب الأبناء والأبناء وده هم مصاريف وسعيد إيد من وراء وإيد من قدام يا الله ملحق على لقمة الأكل له والأهله وطبعا سعيد خلال هال 27 سنة هذه أو بعد ما وصل سن البلوغ يعني بعد 17-18 سنة حاول أكثر من مرة أنه يرتبط مع علاقة مع إحدى فتياتها القرية أو أكثر من فتاة لكن بسبب الأوضاع المادية لعائلة سعيد والولد ما عنده شيء فالعلاقات هذه ما كانت تطول وكثير من فتياتها القرية كانت يرفضا سعيد لأنه أحواله المادية مثل ما قلنا سيئة جدا المهمة تروح الأيام وتجي الأيام والسعيد يفكر بهالحياة اللي عايشها يفكر أنه يشتغله شغله يطالع من وراها فلوس يصير مثل الخلق والبشار يتزوج يفتح منزل يصير عنده أسرة لكن ما باليد حيلة بعد فترة من الزمن وفي يوم من الأيام تجي شركة إسبانية على إحدى القرى المجاورة قرية مجاورة لقرية سعيد فيها أراضي خصبة وجدتها الشركة الإسبانية هذه استأجرت مساحات واسعة من أراضي هالقرية والشركة هذه كانت مختصة في زراعة ما يسمى توت الأرض اللي هو الفراولة وبدت هالشركة استثمار واستصلاح الأرض هذه وتعرفون الشركات بحاجة إلى عمال وأيدي عاملة المهم بدت الشركة هذه تضبطها الأرض وتحرثها وتسوي فيها البنية التحتية من حفر البير وتضبيط الأمور وبدأ ينتشر خبر الشركة هذه في القرى المجاورة ويا بنت قولي لأمك والله في شركة بحاجة إلى عمال وبدأ شباب وبنات هالقرى المجاورة كل من يفزع على هالشركة هذه بغاية التوظيف والعمل لأنه الشركة كانت يعني رواتبها مقبولة نسبة للأجور اللي يتقاضونها العمال في القرى أو في المزارع العادية وراتب شهري وشغل يومي ويصل الخبر هذاك اليوم لسعيد قالوا والله يا سعيد فيه شركة إسبانية بحاجة إلى عمال ويركب سعيد هذاك اليوم يروح على القرية اللي ما تبعد زيادة عنه هالقرية اللي ساكن فيها ويجي على المسؤول عن العمال سلام عليكم وعليكم السلام هذا المسؤول كذلك رجل مغربي وطلب سعيد العمل فيها الشركة الرجل هذا سأل سعيد أنه أنت من أي قرية ومن وين قالوا والله من القرية الفلانية والقرية اللي ما تبعد لها أربعة خمسة كيلو متر عن الأراضي هذه اللي بدت تعمل فيها الشركة قالوا يا سعيد إذا فيها عندكم عمال وعاملات فيها القرية صراحة إحنا بحاجة إلى عمال وعاملات وإذا قدرت تجيبنا عمال وعاملات رح نعطيك يعني عمولة على هذا الأمر قالوا أبشرب عزك فيه كثير من بنات هالقرية وكذلك القرى المجاورة اللي يبحثون عن فرص عمل المهم هو يتفق سعيد هو والمسؤول عن العمال هذاك اليوم على أنه يجيب له عمال وكذلك هو يعمل فيها المزرعة وكل عامل يجيب ويأخذ عليه مبلغ من المال وفعلا بدأ سعيد يجيب كل يوم الثاني عامل واللي عاملتين ثلاث صار يروح على أبناء قريته على القرى المجاورة اللي عنده بنت ودها تعمل وفيها ذاك الوقت في الثمنينيات وخصوصا في القرى البعيدة واللي كان غالبية سكانها يعملون في الزراعة وتربية المواشي والأحوال المادية تعبانة وعائلات يعني أعداد الأسرة يكون كبير المهم بدأ سعيد من عائلة العائلة ومن قرية إلى قرية وكل يوم الثاني جايب عمال وبدأ سعيد يكتسب شهرة أنه والله هذا سعيد هو الفورمان على العمال سعيد بعد ما صار يجيب العمال والعاملات صار هو المسؤول عنها العمال هذول اللي يعملون فيه الأرض ويضبط أمورهم لكن اللي حصل معه سعيد أنه سعيد معه هو سعيد الأولي تغير مية وثمانين درجة سعيد صار يجيب كل يوم متأنق ومضبط أموره ممشط هشعرات وسعيد ما عاد يشتغل بيده مسؤول عن العمال وعلى هذا روح وهذا يتعالي وهذا يشتغلي كذا وهذا يشيلي وهذا يحطي المهم سعيد بعد مرور سنتين زمان على عمله فيها الشركة أصبح متمكن وله كلمته وصار يتسلط على العاملات يشوف وين فيه بنت جميلة ويعرف أنه أهلها فقرة وعائلتها فقيرة جدا يجي على هالبنت هذه يتسلط عليها يسوي حركات من هناك يحاول يبتز البنات يسوي علاقة معاهم وصارت عند سعيد فكرة الانتقام الانتقام من العائلات هذه اللي كانت ترفض تزوج سعيد أو البنات اللي كانوا يرفضا يسون علاقة أو يرتبطا مع سعيد وصار يستغل موقعه فيها الشركة ويومه مبطل هذه ويومه مبطل هذه وهذه يسوي فيها تقرير وهذه ما تشتغل يصيرا البنات لما يسمعا ويعرفا أنه سعيد وره السوالة في هذه سعيد بمجرد ما يطلب أي شيء من الفتيات هذنه في كثير منهن ما يمانعا ولا إعارضا وفي يوم من الأيام يتعرف على فتاة من إحدى القرى المجاورة فتاة اسمها هنية هنية هذه بنت في قمة الجمال ومن عائلة فقيرة تحت الصفر بعشر درجات وسعيد لما شاف هنية كان فيها عقل وطار والبنت هذه ما كانت جاية عن طريق سعيد وحب البنت ويحاول يتقرب منها من هين ومن هناك وسعيد كان يفكر أنه البنت هذه يعني ما وديو يلعب عليها ويضحك عليها على أساس أنه قالك البنت هذه أجمل فتاة بكل هالفتيات اللي يشتغلن بها الشركة وقرر أنه يعني البنت هذه ممكن أنها تكون زوجة المستقبل ويحاول مع هنية من هناك يحاول يعني يخذها على أماكن ما فيها تعب زيادة ويكون العمل فيها مريح وبدأ يتقرب منها شوي شوي ومع مرور الوقت ومرور الأيام كذلك البنت هنية أعجبت بشخصية هذا سعيد سعيد كذلك كانت شخصيته يعني لا يخلو من وسامة وذاك الجسم والآن عنده منصب فيها الشركة هو المسؤول عن العمال والعاملات وراح سعيد وجه سعيد ولحظت الاهتمام المبالغ فيه من قبل سعيد فيها وسعيد مثل ما قلنا يحاول إلى محلها من هنا من هناك المهم في يوم من الأيام ويجيها سعيد قال لها يا هنية صراحة أنت إعجبتيني وأنا ناوي أني أخطبت وأتزوجت قالت الساعة المباركة يا أستاذ سعيد سعيد صار أستاذ والبنت هذاك اليوم كانت مبسوطة وسعيدة بعرض سعيد عليها الزواج وغنية كانت فيها ذاك الوقت تقريبا في بداية العشرينيات من عمرها 22 23 وأحوال أهلها المادية تعبانة والسعيد صار يجيب لها هالهدايا ويعني يساعدها في الحوافز ارتفع راتبها شوي وبعد فترة من الزمن البنت أمنت السعيد وصار بينه وبينها علاقة حب البنت حبته وهو حبها لكن سعيد بعدين قال لك يعني أنا بما أنه بين إيدي وفي متناولي هالبنات وهالجميلات هذنه وكل فترة زمان مع بنت إيش الله جابرني أروح أتزوج وأرتبط والبنت هذي حالها حالها البنات أضحك عليها والعب عليها وأخذ اللي يودي ياه أو يا دار ما دخلت شر وفعلا هذا اللي سواه سعيد سعيد بعد ما تمكن من الفتاة والفتاة وثقت فيه وقالت لك خلاص يعني هذا مستقبلي وزوجي المستقبلي وحياتي كلها ويجيب لها منها الهدايا وامدللها وما يخليها تشتغل فيه الأماكن اللي يكون فيها العمل الصعب الحد ما يومه من الأيام ويقع المحظور بين سعيد وهنية يا سعيد شلون سويت شلون ما كذا قالها شغلة بسيطة بكرة كم من يوم أروح أخطبت من أهلك والأمر عادي لا تأكلين هم أبدا يا سعيد بكرة ما تخطبني قالها أبدا مو سعيد اللي يساوي هالسوالة فهذه أنت حبيبة قلبي وشريكة المستقبل وأبدا أوعدت بس أعطيني خليني يعني فترة من الزمن أسبوع زمان ولا عشر تيام خليني أرتب أموري وأروح أخطبت شمن حالك مر أسبوع عشر تيام هايا سعيد أشوفك ما رح تخطبتني يقولها طولي بالك والله الأمور شوي متعسرة عندي الوالدة مريضة الوالد مريض وكل يوم والثاني سعيد يحاول يختلق حجد وسوالف ما لها أصل ولا لها فصل البنت بعد حوالي شهر ونص مما حصل بينها وبين سعيد وتشعر بنفسها ذاك اليوم إنها حامل وتجي على سعيد قالت يا سعيد أرجوك وداخل على الله ثم عليك خير يا هنية شنو الموضوع شنو السعيد قالت أنا حامل يا سعيد قالها شنو حامل من منو حامل قالت منك من منو ودي أحمل أصلا ما أنا ما عارف شاب غيرك قالها روحي يلعب غير هاللعبة وروحي خيطي بغير هالمسلة والسوالف هذه روحي سؤل فيها لحد غيري أنا جاي تضحكين علي اليوم وشوفي من أم صاحبة جاي تقولي لي حامل منك يلا لأشوف ويطرد البنت البنت صارت تبجي يا سعيد يا ابن الناس والله ما عارف غيرك ولا عشقت غيرك ويعني ما بحياتي لمسني شاب وما حد لمسني غيرك قالها أطلعي برا أحسن ما ألم عليك هالعمال وأفضحك بين الناس روحي على صاحبك اللي مصاحبته ولا تصور فيني هالسوالف المهم البنت طلعت هذاك اليوم حزينة وتبجي ومنهارة على هالصواب اللي وقع براسها والبنت حامل وبعد شهر وشهرين راح يبين بطنها شودها تساوي شودها تعمل وتطلع من الشركة هذاك اليوم وترجع على البيت وتمسكها أمها هذاك اليوم خير يا هنية شوف وضعك ما هو مضبوط يا بنتي قالت ما فيني شي البنت تدخلت على غرفتها وسكرت على حالها وتبجي وتنوح شودها تساوي بهالمصيب اللي وقعت على رأسها وهذا أنكر اللي حصل بينه وبينها والآن في بطنها جنين وشودها تساوي المهم وتدخل عليها أمها الأم قلبها دليلة وتعرف بنتها مربيتها كل شبر بنذر عرفت أنه البنت وراها سالفة وتمسك البنت ومنهين ومنهناك ولا تخافين وعلميني قالت لها يا إيمة السالفة كذا وكذا وكذا الأم لما سمعت البنت صاير معاها هالسالفة والبنت الآن حامل صارت تطلط على وجهها وتخمش حالها وتنتفي بشعرها ويا ابنة توشل وانضحك عليش قالت والله إيمة هذا اللي صار اشودها ساوي الآن ماني عرفانا ثاني يوم من الصبح وتركب الأم وتروح على الشركة أم هنية راحت وقابلت سعيد هذاك اليوم قالت يا سعيد بنتي أنا مربيتها وما تجذب ويعني صلفت لي باللي صار بينك وبينها لذلك تعال اسطر على هالبنت ويا دار ما دخلت شر يا أخي ما ودك تتزوجها على طول اكتب كتابك عليها وعلى قدامها الناس وعلى وجوه الناس انه خلها عندك يا أخي أسبوع زمان عشر تيام وطلقها قال لها اقل بيوجهش من هين بلا ما اسويليش فضيحة لتش والبنتك روحي شوفي بنتك منهم صاحبة ولا ترمون بلاكم علي يا ابن الناس يطولك يقصرك يول يا سعيد بنتي ما لمسها حدا غيرك وانت تعرف هذا الشي لذلك تستر عليها الله يستر عليك قال لها الله لا يستر عليك انت ولا بنتك روحي يلعب غير هاللعبة انت وياها ولا عادة شوف وجهش انت وياها فيها الشركة أبدا أحسن ما أشتكي عليكم بتهمة إساءة سمعة ومنها السوالف المهم الأم رجعت هذاك اليوم تضرب أخماس بأسداس إيش بدنا نساوي الحل الراي وخنية قالت والله علي وعلى أعدائي وتروح هذاك اليوم على مركز الشرطة وتشتكي على سعيد شنو الموضوع؟ قالت والله هذا سعيد ضحك علي واعتدى علي والآن أنا حامل حامل من سعيد الرجال الأمن سجلوا الشكوى وقالوا يا هنية لازم تروحين ترفعين قضية على سعيد لأنه سعيد هذا لما حصلت العلاقة بينك وبينه اغتصبش اغتصابه وقالت لا ما اغتصبني لكن الآن أنا حامل منه قالوا لها تروحين ترفعين علي قضية في المحكمة والمحكمة هي اللي تفصل بينك وبينه أوهنية هذاك اليوم ما تشذبت خبر وتروح ترفع قضية على سعيد جابه السعيد هيا سعيد البنت هذي رافع عليه قضية وتقول أنت حاصل بينك وبينها علاقة غير شرعية وأنت موعدها بالزواج والبنت تقول أنها حامل منك قالت خسها وتعقب هذه البنت بعدين عندها علاقات وعندها أصحاب كثار ولا بحياتي لمستها شنو الأثبات شنو الدليل اللي يثبت أنه أنا اللي قربت منها أو أنها حامل مني وفي هذاك الوقت الحمض النووي والدن اي وهالسوالة في هذه يعني في بداية انتشارها وما كانت التقنية بهذا تطور ويقوم سعيد هذاك اليوم يحط له محامي شاطر وصار يهدد البنت من بعيد البعيد أنه ولا لا أبهدلتش ولا لا أفضحتش ولا لا أشرحتش طبعاً هنية انتشر خبرها في القرية ويا بنت تقولي لمتش هنية حامل من علاقة غير شرعية وتعرفون سوالف الناس والناس ما ترحم وخصوصاً في مثل هالسوالف وخصوصاً في القرى يعني يكون عدد أبناء هالقرية محدود والكل يعرف بعضه وصارت البنت في نظر سكان هالقرية أنها يعني بنت مقطعة وموصلة المهم ما لكم بالطويلة ويكسب سعيد هذاك اليوم القضية وينقلب الحكم بدال ما يكون على سعيد ويحكمون على هنية هذاك اليوم بالسجن لمدة شهرين بيتهمة التبلي على سعيد وما قدرت تثبت أنه هذا الحمل من سعيد وتروح البنت على السجن وتقضي فيه شهرين زمان وبعد ما طلعت من السجن هذاك اليوم أرجعت على أمها وشافت نظرات سكان القرية إلها بطنها مبين وين ودها تروح وين ودها تجي ما هي عرفانا شو أنه ودها تساوي وتقوم هذاك اليوم تطلع من بيت أمها بليلة ما فيها ضوق مر وتختفي هنية من هالقرية قعدت أمها الصباح تدور عليها من هناك عند الجارات عند الصديقات ولكن ما عثرت عليها أبدا وصارت الناس تسولف ويا بنت قولي لأم وش هنية اختفت أو هربت وهنية هذاك اليوم وطلعت بهالليل تمشي أهائمة على وجهها الحد ما أصبح عليها الصباح هذاك اليوم وكانت هي في قرية تتبع لمدينة القنيطرة في المغرب وتركب هالسيارات من سيارة إلى سيارة وتمضي أيامها ولياليها بشوارع المدينة وقالت لك حتى مدينة القنيطرة كلها معدود ديها وتركب وتروح على الرباط وصير تشتغل هناك في تنظيف المنازل في بعض المحلات اللي بحاجة إلى عاملات تشتغل من هناك وبطنها بدأ يكبر بطنها صار الحلقها وحامل في الأشهر الأخيرة المهم ما لكم بطوي لهذاك اليوم وتنجب هنية بنت وتسميها لطيفة لطيفة ما شاء الله تبارك الله أجمل من أمها هنية لكن مشكلة هالبنوتة هذه الحلوة لطيفة أنها من نتيجة علاقة غير شرعية وللأسف أبوها ما رضي يعترف بالعلاقة اللي حصلت بينه وبين هنية لا واللي زاد الطين بل أنه الأم من سجنة شهرين المهم هنية هذاك اليوم بدأت تشتغل بالليل وبالنهار لأجل تأمن لقمة العيش لها والبنتها ومن هناك ومن شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت وبسبب الجمال اللي كانت تتمتع فيه هنية وبتقع هذاك اليوم بين إيدين ثلاث أربع نسوان ما شيات فيه الطريق الخطأ وقال لني يا هنية أنتي مهبولة من كل عقلاش تشتغلين فيه التنظيف وفيه تعزيل المنازل وخدمة النسوان وهذي تصي عليك وهذي تسب عليك وهذي مدري شنو وهذي مو معجبها قالت إش ود أساوي ودي أكسب لقمة العيش ودي أعيش أنا وبنتي قال لها فيه شغلة أحسن وانتي ما شاء الله عليك جميلة ويعني الجمال هذا مطلوب وحرام هذا الجمال يشتغل كخادمة فيه المنازل شنودي أشتغل قاله والشغلة والله هي يعني شغلة سهرة بتلبسي لش فستان والضبطين ومورش وفي عندنا بعض الزباين وشغلة ما تتعدى سهرة وهنية طبعا خلال هالفترة اللي مرت كانت ضايقة المر والمرار ويامة من هانة ومن ذلة ونايمة بالشوارع ويوم تستأجر بيت ويوم تنام بالحديقة ويوم تنام هي وبنتها في الأماكن المهجورة والبنت هذاك اليوم لما عرضنا عليها العارض قالت لك خلينا نجرب ونشوف وقالت لك على ابونا أنها سهرة وفعلا تسهر هذاك اليوم ويجبوا لها الزباين لكن السهرة هذه ما كانت عبارة عن أنه ولا سهرة وقعدة وسوالف تعرفون الباقي عندكم ادخلت هنية فيها المجال وخلاص لا ادخلت المرأة فيها المجال من الصعب أو من النادر جدا أنه تطلع المرأة من هذا المجال وصارت هنية من حضن رجال إلى حضن رجال وصار عندها زباين وصار عندها معارف لكن هنية كانت محافظة على بنتها أنها تقول ما ودي بنتي تطلع مثل ما أنا يعني ما وديها تمشي مع الطريق هذا اللي أنا ما شاهد فيه وصارت تدجني منها الفلوس ومنها الأموال لكن الأموال هذه حرام وما تعرف شلون تصرفها استأجرت شقة وتحاول تأمن مستلزمات بنتها حطتها في المدرسة لطيفة صارت تكبر وهي تكبر وتزداد جمال تفوقت على أمها بالجمال بعمر 16-17 سنة طبعا خلال 16-17 سنة هذه البنت لطيفة كانت تسأل أمها أنه وين أبوي وين أهلي وين أعمامي وين خوالي تقولها يعني أبوك مقطوع من شجرة وأبوك مات بحادث بسيارة وتضحك على البنت وما تعلمها بس صحيح والبنت عايشة على هالسوالف أنه والله أبوها متوفي وما تعرف أمها شنو قاعدة تشتغل وين شنو تشتغلين يعني ما تقولها والله أنا موظفة في المكان الفلاني والله أنا موظفة بشركة المهم لحد ما صارت البنت بعمر 16-17 سنة صارت تفهم صارت تعرف والمثل يقول طب تجرع أتمة بتطلع البنت لأمها هذاك اليوم البنت انحرفت ورافقت أمها في إحدى السهرات ووقعت كذلك في نفس الطريق وصارت الأم وبنتها يشتغل فيها الشغلة وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر والسنين إلى عام 2010 في عام 2010 لطيفة صار عمرها تقريبا 24-25 سنة بنت جميلة جدا وإذا تمشي بالشارع لازم الماشيين بالشارع الكل وده يلف ورقبته ووده يشوف شنو الجمال هذا اللي ماشي بالشارع البنت كان جمالها ملفت للأنظار وجميلة وتلبس لباس جميل ولكن شغلتها هذه اللي تشتغل فيها والعياذ بالله وهنية فيها ذاك الوقت كذلك صار عمرها تقريبا 42 إلى 43 يعني نقدر نقول في منتصف الأربعينيات لكن اللي حصل معه هنية وبسبب هذا الشغل صارت في يوم من الأيام تشكو من بعض الألام في بطنها وتروح من طبيب إلى طبيب ومن دكتور إلى دكتور ومن مستشفى إلى مستشفى لكن بدون أي نتيجة التحليل اللي تسويها ما تبين فيها أي شيء المرأة يعني جسدها صحيح مية بالمية لكن الألام هذه ما هي راضية فرقها أبدا في يوم من الأيام تروح على أحد الأطباء وما أخذت له كل التحليل والصور والتخاطيط ولما شاف الدكتور لهذا الوضع وأنه المرأة يعني ما تعاني من أي شيء وعلى حسب خبرة هذا الطبيب قال لها يا هنية يودك تروحين على أحد المستشفيات أو المراكز المختصة بمعالجة السرطانات والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض القاتل خير يا دكتور شنو الموضوع قال لها والله إحنا عندنا مجرد شكوك لكن يجب أنك تروحين على أحد هاي المصحات أو المراكز ويجب أنه يأخذون خزعة من جسدك ويشوفون شنو هذا المرض اللي عندش بما أنه كل التحليل هذه تقول أنه أنت سليمة مية بالمية وتروح هذاك اليوم هنية على أحد المراكز الصحية المختصة في هذا الأمر وكان معاها توصية من الدكتور اللي قالها تروحين على هالمستشفى وخذوا خزعة من هنية وهنية تنتظر النتيجة نتيجة تحليل الخزعة هذه وتيجي النتيجة الصادمة الهنية قالوا يا هنية أنت اتعانين من سرطان في عنق الرحم وللأسف السرطان هذا في مراحل متقدمة جداً لكن الأعمار والأقدار بيد الله عز وجل وتسمع هذاك اليوم البنت لطيفة أنه أمها مريضة في سرطان هذا في عنق الرحم وأنه أيامها باتت معدودة وتقوم تترك هذا الشغل من أساسه وحلفت قالت خلاص بما أنه أمي وصلت لها المرحلة وإذا أنا ما استفدت من تجربة أمي يعني أكون غبية أحلفت على هذا الشغل وقالت خلاص توبة إلى وجه الله عز وجل وتبدأ لطيفة العناية بوالدتها ووالدتها صارت أحوالها الصحية تدهور يوم عن يوم وصارت تجيها آلام شديدة جداً والآلام هذه كانت يعني بحاجة إلى أنهم يعطونها أدوية مهدئة لهاي الآلام ومسكنة لهاي الآلام بعيارات ثقيلة وكانوا يضطرون أنهم ينومونها في بعض الأحيان لأن الألام اللي تجيها ما تتحملها وتصير تصرخ وصوتها يعبي المستشفى المهم في يوم من الأيام هنية قالت والله لازم إني أبوح به السر البنتي لطيفة وتمسكها ذاك اليوم وكانت صاحية وحست هنية أنه أيامها قربت قالت يا بنتي يا لطيفة ودي أعلمك به السر وهالسالف خير يا يما شون الموضوع قالت لها السالفة كذا وكذا وكذا وأنتي أبوك يمكن عايش الآن واللي حصل معاي أنه انسجنت شهرين وتبهدلت وما رضي يعترف وسولفتها على السالفة من أولها الآخر قالت والله لا أخذ حقك لو ما بعمري ليلة وتأخذ اسم سعيد الكامل هذاك اليوم وقالت يا يما أنا رايحة أخذ حقك وحقي أنا الآن لو أنه أبوي هذا سعيد ما اعترف علي ومتزوجش على سنة الله ورسوله ما كان وصلت أنا لهالمغاصيل ومن حضر الرجال الحضر الرجال وأنتي ما كان اشتغلتها شغلة هذي لكن أبي شرب عزتك والله لا أدفع الثمن غالي وتقوم تترك أمها في المستشفى طبعا لطيفة ما تقدر تساوي الأمها شي في المستشفى مجرد أنها تبشي وتنوها عليها على هالحالة اللي وصلت له والأطباء يقولوا لها الأعمار والأقدار بيد الله عز وجل أو أدعي لأمك بالرحمة أنه الله سبحانه وتعالى يسهل أمرها لأنه هنية في الفترة الأخيرة صارت ما تتحمل الألام اللي تجيها وصارت يعطونها منوم ومسكن قوي جدا لأجل أنها تنام وما تشعر بهالألام اللي تجيها عافان الله وإياكم المهم لطيفة خذت اسم أبوها وبدت تبحث من هنا ومن هناك والبحث خذ معها حوالي شهر زمان وبالسؤال من هناك وتقدر تصل هذاك اليوم السعيد السعيد شنو اللي صار معاه خلال هالخمسة وعشرين سنة هذي هذا السعيد بدأ يترقى فيها الشركة ومن منصب إلى منصب ويضحك على هذي ويلعب على هذي وبعد فترة منزما الشركة هذي خلاص يعني خلصت مهلة أو مدة الأجار الأجار الأرض اللي كانوا مستأجرينها وشالت عدتها وأغراضها وغادرت إلى قرية أخرى أو إلى مدينة أخرى وخلال الفترة هذي سعيد اكتسب خبرة في زراعة الفراولة أو توت الأرض ويقوم هو بنفسه على حسب خبرته يسوي شركة صغيرة كذلك وبدأ يستأجر بعض الأراضي على مساحات في البداية مساحات صغيرة جرب تجربة انجحت معاه بعدين استأجر أرض أكبر وبعد منها أكبر وبدأت الأموال والفلوس تصير وتكثر عند سعيد وسعيد صار يلعب بالفلوس لعب وطبعا سعيد كذلك خلال هالسنوات اللي مرت تزوج أكثر من خمسة إلى ست نساء كل مرأة تقعد لها عنده شهر وشهرين اللي تطول عنده تقعد سنة تكتشف أنه هذا متعدد العلاقات ورجال على السكر وعربدة أو يروح على هالحوانيت ورجال يعني ما هو مضبوط تقوم المرأة هذه تتركه أو بعد فترة بنزم أن يتزوج وحدة غيرها عداك عن العلاقات الغير شرعية اللي كان يبتز البنات فيها اللي يشتغلن عنده فيها الشركة وسعيد من خلال الفلوس اللي صارت عنده اشترى عقارات ومزارع وعمارات ورجل صار من يعني نقدر نقول من الطبقة المخملية أو الغنية ورجال صار له مكانته في هالمجتمع وعلى راح سعيد بيك وجاء سعيد بيك والرجل له صولة وجولة المهم قدرت تصلوا هذاك اليوم لطيفة وصارت تراقبه ووين يروح ووين يجي وشنه يشرب وشنه يعكل والظل تراقبه بسعيد كذلك شهر زمان وصارت تعرف سعيد ايه ما تيطلع و ايه ما تيضخل وشنه عنده إقارات وشنه عنده فلوس طبعا بطريقتها وحركاتها وعرفت أنه سعيد ما زال يركض وراء النساء وكان يروح على حانة مخصصة لشرب الخمر ويتعاطى فيها بعض المخدرات وكذلك كان يبحث عن النساء الجميلات المهمة ذاك اليوم وكان سعيد متجهز ودي يطلع على أحد المطاعم اللي كان يسهر فيها وكانت مخططة لطيفة انها تيجي تسهر فيها المطعم وتصيده او انها توقع في شباكها وتيجي هذاك اليوم لطيفة على الكوافيرة وتسرح أجمل تسريحها وتلبس أجمل وأفخر الثياب بنت طير العقل وحطت لك منها العطور الفرنسية الفاخرة المهمة تيجي على هالمطعم اللي كان موجود فيه سعيد وسعيد فيها ذاك الوقت يعني في نهاية الخمسينيات من عمره لكن مضبط حاله ومدوكر حاله وتقولي أنه شاب 14 المهمة تدخل وتمر بجانب الطاولة اللي قاعد عليها سعيد البنت هذي لما دخلت على المطعم كل اللي قاعدين فيه المطعم يتلفتون يمين ويسار شنو كمية الجمال هذي والأنوثة اللي دخلت على هالمطعم والكل فتح ثمه ويتفرج لكن البنت كانت يعني ماشية مشيت المغرورة ولا عارت اهتمام لأي حد وتجي على الطاولة المقابلة لسعيد وتقعد قبال المعلم سعيد سعيد بيك وبدت تتبادله النظرات وسعيد هذك اليوم كان يعني بحاجة إلى امرأة جميلة وصار له فترة يبحث عن وحده وبتطلع هذي قدامه اعطته الظو الأخضر قام جاي قاعد عندها على الطاولة من حديث للحديث بده يمد ايده عليها قالت له يا سعيد بيك بعد ما تعارفه يعني وهي اعطته اسم وهمي قالت له صراحة يعني انا ما احب الحركات هذي فيه الأماكن العامة يعني خلينا اروح على مكان خاص قال لها سعيد ابي شري بعزش كل الأماكن الخاصة لتش وين وديش نروح؟ قالت ما عندك شقة ما عندك عمارة يعني تمتلكها انت قال لها ابي شري كل العمارات والعقارات على حسابتش ويقوم يركبه وياها في سيارته وياخذها على احدى الشقة في احدى العمارات اللي كان يملكها هذاك اليوم والشقة هذي كانت مجهزة ومفروشة وكانت يعني عبارة عن وكر السعيد هذا يجيب عليها النساء اللي يصطادهم يمضي معاها يوم يومين ثلاث ولا ليلة وكل من يروح في حال سبيله البنت كانت ماخذة كل الاحتياطات وهذاك اليوم لما دخلت هي وياها على هالشقة مباشرة وده يدخلها على غرفة النوم قالت له طول بالك السعلم ما هي يعني من الباب للطاقة طول بالك خلينا اول شي نشرب لنا كاس ونقعد لنا ساعة زماننا وياك وبعدين يا سعيد بيك تساوي اللي يودك يا وين المطبخ قال لهذاك المطبخ ادخلت على المطبخ وهذا مجهز الشقة من مشروبات من سوالف ولطيفة هذاك اليوم كانت مجهزة الدواء اللي كانت تاخذوا امها في المستشفى الدواء هذا المخدر ومنومه بنفس الوقت وقالت لك خليني احطله بهالمشروب خليني اخدره واشتغل شغلي وفعلا تقوم وتفضي كمية من هالدواء هذا في الكاس اللي وده تقدمها لسعيد وجابت هالمشروب وقام سعيد سك الكاسة هذه مرة واحدة وبعد اربع خمس دقايق بدأ سعيد يترنح يعني صار شبه انه مثل الدايخ مثل اللي ماهو صاحي مثل اللي سكر يعني وهو ماهو على باله هالسالف لانه اللي قاعد يشربوا مشروب هذا ويفكر حاله انه بدأ يسكر ويقوم يجرها على غرفة النوم اول ما دخلوا على غرفة النوم ودقوم لطيفة تسحب السكين وتمعطوا اول طعنة في البطن سعيد مصدوم وماهو عرفان شنو الموضوع شنو السالفة الشبه متخدر واعي ماهو واعي يا بنت شنو تسوين قالت ما تدري شنو اسوي المهم تمدد سعيد بالارض وبدأ ينزف من الدم لكن الامر ما وقف عند طعنة هذه ونزيف والرجال تمدد بالارض وكان شبه عاري من ملابسه وتقوم لطيفة تعريم من ملابسه شكل كامل وترجع تجيب السكين وتقطع العضو الذكري مع الخصيتين قالت والله لا اخليك عبرة لكل من يعتبر وتقوم تلبس ثيابها وتمسح اثار البصمات على الكؤوس اللي قدمتها على مقابض الابواب في اي مكان كانت حذرة بالنسبة لهذا الموضوع امسحت كل اثار البصمات ولبست ثيابها وطلعت من الشقة ولا كأنها مسوية شي لكن قبل لا تطلع لطيفة عندها ورقة وقلم امسكت الورقة هذه واكتبت عليها هذا جزاء من يعتدي على بنات الناس وتركت الورقة هذه بجانب سعيد وغادرت المكان الدنيا كانت بعد منتصف الليل في صباح اليوم الثاني فيه امرأة ينقلها ام محمد ام محمد هذه تشتغل في تنظيف المنازل وتنظيف درجها العمارة هذه وتجي ام محمد في وقت مبكر الساعة ستة ونص سبعة الصباح وتطلع على هالدرج تتفقده وتتنظف الدرج من فوق التحت وتنتبه على شقة سعيد الشقة مفتوح الباب نصفتها وبالعادة في مثل هالوقت وخصوصا الامارة هذه بما انه صار لها فترة منزم ان تنظف فيها وتعرف السكان ايمة يصحون ايمة يروحون وايمة يجون قالت لك الوضع ماهو طبيعي دقت الجرس ما حدا يجاوب دقت الباب ما حدا جاوب قامت افتحت الباب قالت يعني من باب الفضول يمكن اهل هالبيت صاير عليهم شي يمكن هذا الرجال صاير عليه شي لكن ما تعرف انه هذا صاحب الامارة وما تعرف منه يسكن فيها المهم ادخلت على الشقة واول ما ادخلت على هالشقة وتشوف سعيد متمدد بهالارض وغارق في دماؤه وتبين لها انه هذا الرجل ميت والدم كان معب المكان قد ماهو نازف سعيد المهم وتطلع برا وبدأت تصيح تفزع الجيران فزعوا الجيران شنو الموضوع شنو السالف قالت والله فيه الرجال هذا صاحب الشقة غارق في دماؤه فزعوا الجيران فعلا سعيد كان الدم في كل مكان معبي أرضية غرفة النوم طالع برا غرفة النوم في الصالة ويقومون يتصلون على رجال الأمن حضر رجال الأمن أول ما حضر رجال الأمن جسه ونبض الرجال هذا واللي طلع فيه تالي روح فيه نبض ويطلبون سيارة اسعاف ويسعفون سعيد على المستشفى طبعا حضرت الأذلة الجنائية والطب الشرعي وقامت الدنيا وما قعدت ويا بنت قولي لمش اثره على سعيد مقتول فيه شقة وطبعا الرجال الأمن تعرفوا إلى شخصية سعيد بعد ما فتشوا الشقة وعثروا على إثباته الشخصي وفيه تفتيش المكان والبحث في مسرح الجريمة اثروا على الورقة هذه اللي كانت بجانب سعيد اللي مكتوب عليها هذا جزاء من يعتدي على بنات الناس ورجعوا على سعيد طبعا برفع البصمات ما عثروا على أي بصمة لشخص غريب باستثناء بصمات سعيد وسعيد هذا لما أسعفوه إلى المستشفى أجروا للإسعافات الأولية وتبين أنه الرجال هذا متعرض إلى محاولة قتل أو جريمة قتل وأنه العضو الذكري مقطوع مع الخصيتين ووضعه سيء جدا المهم بعد ما قدموا الإسعافات وحاولوا وينقضون حياة هذا الرجال دخلوا في العناية المركزة بعد عدة عمليات وكانت الطعن اللي في البطن ما هي قاتلة لكن سعيد كان نازف كميات كبيرة من الدم وحولوا على العناية المركزة ورجال الأمن يبحثون فيها القضية يسألون الجيران السعيد هذا شني قضيته شني مشكلته تبين أنه هذا سعيد يعني بعد ما سولوا الفيش وحطوا اسمه على النظام تبين أنه سعيد رجل ما هو من أصحاب السوابق لكن اكتشف ضابط البحث الجنائي أنه هذا سعيد فيه قضية مرفوعة عليه قبل 25 سنة والقضية هذه اللي رافعتها امرأة ينقالها هنية وسبب رفع القضية أنه المرأة مدعي عليه أنها حامل منه المهم بدأوا يبحثون فيها القضية هذه ومنه اللي ممكن يرتكب الجريمة الشنعاء بنتظرين سعيد أنه يفيق من غيبوبته لأنه سعيد كان فيه غيبوبة ووضعه الصحي ما يسمح الاستجواب والمهم اليوم وبكرة وبعد بكرة ويظل اسبوع زمان لا بلا بعد اسبوع زمان ويصحصح سعيد هذاك اليوم وجوه رجال الأمن لأجل يستجوبونه وشوفون منه اللي ارتكب هالجريمة أو حاول أنه يقتله لكن سعيد كان صامت هذاك اليوم ويتهرب من الإجابات بعد ما شاف الأمصيبة والبلوى اللي واقع فيها ولك يا سعيد منه اللي يسوم فيك هالأمور منه اللي كذا سعيد ساكت ما وده يسولف لأنه القضية قضية يعني فيها فضيحة والناس راح تسولف لذلك سعيد كان ساكت أي يحاولون معاه من هناك يا سعيد علشان حقك ما يروح خلينا نحصل حقك يا ابن الناس سعيد ساكت ولا يسولف أبدا الضابط اللي كان مستلم القضية بدأ يبحث في قضية هنية اللي كانت رافعتها عليه قبل 25 سنة وبالسؤال من هناك راحوا على قرية هنية قالوا هنية والله صار لها 25 سنة ما ندري عنها شي وبالسؤال صديقاتها ومن هناك ومن هناك وفي النهاية بعد بحث طويل ويصلون إلى عنوان هنية ولما جوا على عنوانها هذاك اليوم قالوا هنية ادعو لها بالشفاء والمرأة مصابحة ماسي خير شنو موضوحها قالوا والله المرأة صاير عندها السرطان في عنق الرحم وصار لها فترة في المستشفى ووضعها الصحي سيء جدا ويروحون هذاك اليوم على المستشفى وفعلا تبين أنه لطيفها وضعها الصحي حرج وصار لها فترة في المستشفى وعلى الأغلب أو يعني اقطعوا شك باليقين أنه المرأة هذه مستحيل أنها تقدر ترتكب هذه الجريمة هذه بحق سعيد لكن شافوا بنتها لطيفة شنو تجي لها أنت قالت والله أنا بنتها قالوا ودنا نروح نفتش المنزل ليش يا جماعة شنو موضوع شنو سالف قالوا لا ما في شي شغلة سؤال وجواب لكن هي ما هي عرفانا أنه ليش ودهم يفتشون المنزل راحوا وفتشوا المنزل قلبوا قلاب ما أعثروا على أي شي لكن رجال الأمن كانوا يبحثون عن شيء معين ولما فتشوا غرفة لطيفة ويأثرون على دفتر مذكرات للبنت ويقومون يأخذون الدفتر ويأخذون معاهم لطيفة يا جماعة شنو الموضوع شنو السالف ليش ما أخذيني قالوا بس تصالين مركز الأمن تعرفين المهم خذوا دفتر المذكرات هذا وعرضوا الدفتر اللي مكتوب بخط اليد بعد ما سألوا لطيفة أن الكتابة هذه بخط يديش قالت نعم أنا كاتبتها ويسوون مقارنة بالخط المكتوب على هذا الدفتر وعلى الورقة اللي اثروا عليها بجانب سعيد في شقته وتجي النتيجة مطابقة 100% وقالوا هذا خط مكتوب بيد الأمور من تحية وما بقى عليش إلا الاعتراف ليش حاولتي تقتلين هذا الرجل لطيفة شافت أنه خلاص لابد من الاعتراف وخصوصا لما عرفت لطيفة أنه سعيد ما هو مقتول وهي لما غادرت المكان كانت الظن أنها اقتلته المهم قالت لطيفة السالفة من أولها إلى آخرها وسمع بسالفة لطيفة البعيد والقريب والقضية خذت يعني حيز واسع في الإعلام المحلي في الصحف والجرائد والتلفزيونات أنه والله بنت حاولت أنها تقتل أبوها اللي ما اعترف عليها وقطعت له الأعضاء التناسلية وصارت السيرة على كل لسان وتقوم تدخل بعض الجمعيات العالمية اللي مختصة في الدفاع عن المرأة وحقوق المرأة وحطوا لها محامين وهالمحامين يدافعون عنها والسالفة خذت يعني سوت ضجة فيها ذاك الوقت المهم يقومون يأخذون عينة من البنت لطيفة وعينة من سعيد لأجل يعني يودهم يقطعون الشيك باليقين يمكن البنت تكون شذابة تكون صالفة مي مضبوطة وفعلا يتبين بعد ما طلعت نتائج التحليلات تبين أنه هذه لطيفة بنت سعيد المهم ويجيبون هذاك اليوم سعيد ولطيفة على المحكمة قالوا يا سعيد هاي البنت اللي كنت تناوي أنك تواقعها وتنام معاها في الفراش هذه تكون بنتك يا سيد سعيد يا جماعة شنو تقولون قالوا وهذه بنتك وهذه نتائج التحليلات ما تتذكر هنية اللي قبل 25 سنة اللي ضحكت عليها ولعبت عليها وكذا وكذا ويقوم يغمى عليه في قاعة المحكمة ويسعفون وعلى المستشفى لكن السوالف هذه معها تنفع سعيد سعيد صار يعني في وضع محرج والصحف تسولف والناس تسولف وبعد عدة محاكمات وجلسات والجمعيات اللي تدافع عن حقوق المرأة تسولف والدافع والمحامين في النهاية تم الحكم على لطيفة بسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وسعيد هذا بعد فترة من الزمن تدهورت أحواله الصحية وما قدر يتحمل الآلام والوضع اللي وصله خصوصا بعد العملية أو الشغلة الشنيعة اللي سوتها في لطيفة وصار يضعظ أصابعه ندم لكن الندم ما عاد ينفع وفي يوم من الأيام يصحون على سعيد ولا صايبته جلطة وميت كانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداث هالقصة شوفوا مثل هذا سعيد لعب على بنات الناس وضحك على كثير من هالبنات وخلأ البنت هذه هي وأمها يعني يمشن فيه الطريق الخطأ ولو أنه مصلح هذا الخطأ وساتر على هالبنت على الأقل كانت المرأة هذه الهنية ما غادرت القرية وربت بنتها فيها القرية واشتغلت بالحلال وما وصلت لها المواصيل لكن في النهاية برأيكم هل سعيد يستاهل اللي وصله وهل تصرف لطيفة كان يعني في مكانه ولا كانت مخطئة وكذلك رأيكم بالحكم على لطيفة وفي النهاية لا تنسونا من الله والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه